بعد سنوات من التخطيط والمساعي واشنطن ترسم أول عقود تسويقها فائدة غازها في القرة الأوروبية بإعلانها عن اتفاق مبدئي لتزويد القرة العجوز بـ 15 مليار متر مكعب خلال العام الجري والغاية تعود الغاز الروسي تركز هذه المبادرة على قضيتين أساسيتين أولاً مساعدة أوروبا على تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في أسرع وقت ممكن وثانياً خفض الطلب الإجمال على الغاز في أوروبا سيتعين علينا التأكد من أن العائلات في أوروبا يمكنها البقاء على قيد الحياة هذا الشتاء والشتاء التالي لأننا نبني البنية التحتية لمستقبل طاقة متنوع وقادر على الصمود ونظيفة وفي الوقت نفسه تقدم هذه الأزمة أيضاً فرصة لتحفيز الاستثمارات التي نحتاجها لمضاعفة أهدافنا المتعلقة بالطاقة النظيفة وتسريع التقدم نحو مستقبل خال من الإنبعاثات اتفاق فضلت واشنطن إدراجه تحت ثوب ضمان الاستقلال التقوي عن روسيا وتوسيع مساح الحياة الكربونية لكنه سيشكل لبنة أوروبية لخارطة تقوية في أوروبا فاعلها الأبرز الغاز الأمريكي المسالة نريد كأوروبيين تنويع مصادرنا بعيداً عن روسيا إلى الموردين الذين نثقوا بهم وأصدقائنا والموثوق بهم وبالتالي فإن التزام الولايات المتحدة بتزويد الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال هذا العام خطوة كبيرة في هذا الاتجاه صفقة أوروبية أمريكية لم تمر دون إحداث شرخ داخل البيت الأوروبي المنقسم أصلاً بشأن حظر إمدادات الطاقة الروسية وحول رسم محالم مستقبل السوق الطاقوية في القارة العجوزة فوسيل أعلم غربيات حدثت عن انسحاب مفاجئ للبعطة الإسبانية من اجتماع القمة لزعماء الاتحاد حيث تظهر مدريد على روما ولشبونة وأثنى وباريس معارضتها لمقترحات مفوضية للحد من ارتفاع أسعار الطاقة في مقابل تأييد تحديد سقف لهذه الأسعار وتدعو إلى إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية بينما تفضل دول أخرى في مقدمتها ألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك الاعتماد على المنافسة الحرة وغيرها من التدابير ورغم هذه الاختلافات وافق الاتحاد الأوروبي على منح نظام استثناء لإسبانيا والبرتغال لتيني سمح لهما بخفض سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء كون البلدين يعانيان ضعفا في الترابط مع بقية القرى